بحث ونقاش وسعي نحو موافقات لمحافظة فيها من نقص خدمات ومشاريع على طريق الإنجاز والتنفيذ في حوالي لتكون على طاولة لجنتها في المجلس البلدي ملفات وقضايا بدءا من قضية الازدحام المروري مرورا بملف سكن العزاب ووصولا إلى مشاريع تنموية لحوالي نصيب من موافقات لرؤية الكويت 2035 وإلى ملف الخدمات وافقت اللجنة لعدد من الاقتراحات وفي مقدمتها مداخل ومخارج لكثير مناطق وعديد مدن تشهد اختناقات في شوارعها وطرقها الرئيسية فيما كان البند التخضير والتشجير حضورا من بين نقاش اللجنة استمعت فيه إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة التلوث البيئي برا وبحرا أخذ حيزا من اجتماع اللجنة ليخرج بتوصيات لإنجاز خطة الهيئة العامة للبيئة وذلك وفقا لقانون البيئة ودعوة نحو تزويد اللجنة بدراسات وقرارات تدفع نحو المحافظة على البيئة كما وافقت اللجنة على مشروع التوسع في خدمات وزارة الدولة ومراكز الخدمة في مناطق المحافظة وتحديدا في سلوى وبيان لما تشهدوا من كثافة سكانية وللتسهيل على المواطنين في إنجاز معاملاتهم دعوة لإنشاء مزيد من الحدائق والمنتزهات في مناطق تفتقد الجانب التروحي لتوصي في اجتماعها إلى عداد دراسة مستقبلية من قبل البلدية والأشغال والهيئة العامة للزراعة والبيئة للتوسع في إنشاء مضمار للمشي والرياضة في محافظة حولي تتوافر في أجهزة الترفيه والتسلية آخر الملفات بحثا كان من نصيب وزارة التربية ودعوة نحو توسعة مدارس وتأهيل أخرى وبناء مدارس جديدة في عدد من المناطق والمدن ليستكمل النقاش في قادم اجتماع مع ملفات أخرى على طاولة النقاش للجنة في الأسبوع المقبل أحمد المسعودي لتلفزيو المجلس